السباح ورحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد المجيب أدري اللي متابعين متوفر بيقولوا شو نطلعك وماك تقول بتعبان مريض ما أدري أحس في شي غلط صار لي فترة طويل لما سوي الدرس بس سوي درس يمكن يعني يسوي الدرس ارتاح نفسيا بعدين يصير عندي علاج بالإحاء طيب اليوم نتكلم عن أشترطة الأدوات طبعا درس اليوم نطبق على أي برنامج من برامج لبراوفيس أي برنامج سواء الرايتر سواء إمبريس أي شيء هلو شيفنا الرأيتر مثلا وشيفنا كله موجود فيها أشترطة الأدوات أشترطة الأدوات اللي تكلم عنها هذي وهذي هذا وهذا طبعا هنا أشترطة الأدوات ثانية فأشترطة الأدوات عبارة عن أشياء إضافية على أبرنامج طبعا لا أتكلم عن إمبريس لأنه مليان حاجات كثيرة فأتكلم عن هذا اللي لا يوجد شيء ونستطيع أن نضيف عليه أشترطة الأدوات فيها أهجات كثيرة طبعا ولها ميزات كثيرة من ضمن التنسيق وأتكلم معنا اليوم تحديدا التعامل معها بطريقة احترافية بحيث أنها تستفيد منها بأكبر قدر ممكن أول شيء شريطة الأدوات اللي موجود هنا هذا ممكن أنك تشيله ممكن أنك تضيف شريط جديد ممكن أنك إلى آخره طبعا ممكن تروح العارض من هنا أشترطة الأدوات طبعا اللحظة لسان ثقيل شوي في عندك التنسيق التنسيق علي علامة الصح ليش لأنه موجود في عندك قياسي لو شريط القياسي الخاص بفوق هذا الحفظ وإلى آخره برضو علي علامة الصح فلو شفت علامة الصح هذا يختفى علشان رجع مرة ثانية نروح لمعرض أشترطة الأدوات بعدين نروح لقياسي هذا هو هذا الطريقة الأولى طبعا ممكن تضيف شيء غير موجود أصلا تروح العرض أشترطة الأدوات ممكن تجيب الرسم طبعا شريط الرسم ما يظهر بالشكل هذا هذا يظهر لك تقريبا بالشكل هذا الموئيز بالموضوع أنك تقدر أنك تحطه بأي مكان تبي ممكن تصغره بشكل هذا ويكون معك المنطقة الهامش يبحثني وينما تروح يعني وينما تروح بأي صافحة تنتقل فيكون ماشي معك أو تكون ثابت هنا هذا الشي أشترطة الأدوات أيضا فيها حاجات إضافية بعضها في علامة المثلث هذه علامة المثلث هذه تعطيك أدوات موجودة قدامك هنا لاحظ معي أنه فيها حاجات في علامة المنطقة هذا يدل لك أنك تقدر تطلعه أوكي فلو سكرت هذه الحين لاحظ أنه فيه هنا المنطقة هذه هنا مجرد أني أضغط أوكي بشكل هذا لاحظ أنه تطلع معي صار عندي تعليقات أوكي بشكل هذا فالمثلثات دائما يكون فيها حاجات زيادة هذا المنطقة إذا كنت تستخدمه بشكل كثير أولا كنت تقول أن أستخدم مربعات هذا المنطقة هذه عندي مثلا رسم بياني أو بحوث بيانية دائما استخدم فيها الأشكال فأنت ممكن أنك بكل بساطة تطلع هذا الشكل هنا بيكون عندك الشكل هذا ممكن تتركه هنا أو ممكن أنك تسوي له دوك طبعا هذا اللي يسمى فلوتينج اللي هو العائم ولكن ممكن تسوي له دوك تثبيت بأي منطقة تابع سواء من المنطقة اليسرى طبعا لاحظ أنه جبته هنا راح هناك لشان المحاذاة فلاحظ معي هنا أنه جاء عندي بالمنطقة اليسرى خلاص صار عندي حين بالمنطقة اليسرى هذه منطقة مثبتة خاصة بالرسومات فممكن بضغطة واحدة أرسم أي شكل أبي ممكن أنك تشيله تحطه فوق أو ممكن تحطه تحت تمام؟ أو ممكن تتركه بالمنطقة اليسرى يعني يمكن يكون هنا يصار فلوتينج اليسرى طبعا في ميزة أحسن من هذا كله الميزة هي أنك تقدر زي ما تعرف تهويلك شريط أدوات خاص بك فلاف ترضى الشريط القياسي هذا أو الشريط التنسيق ممكن تحط فيه أدوات أن تستخدمها أو تعيد ترتيب الأدوات يعني بصراحة الأدات هذه كتير استخدمة هي من يسار اليمين و يسار يعني ممكن تكتب بحث أو ممكن تكتب شيء معين يكون فيه إنجليز و فيه عربي أو فيه أي لغة ثانية تدعم يسار اليمين يمكن البحث عندي بشكل عام باللغة العربية فأقوم أني أضغط هنا و هنا لأيش ما يكون هنا في المنطقة اليمنى هنا موجودة عشان ترتيب العين عندي يكون مرتاح أعرف أنه موجود بالمنطقة هذه أضغط بزر اليمين على أي شريط أدوات ثم أحصل تخصيص سريط الأجرار طبعا هذه موجودة بكل أجرار بجيك نافذة مثل هذه طبعا تعطيك هشطة الأدوات المتاحة أنا بأسوي التعديل على التنسيق اللي فيه الشغلات هذه ممكن أن ننزل تحتنا من راحة وهذا ولا اثنين حاب نطلع عن فوق أبي هذا يكون موجود هنا وأبي أنزل من راح هذا و أطلعه فوق طبعا فيه ميزة ثانية تشيل بعض الأشياء اللي متابعة يعني مثلا فيه عندك هذا المرتفع والمنخفض طبعا فيه بعض الناس ما يحبهم هو بأساس من غير موجود فحاب نطلع وضع علامة صح إذا حاب تلغي شيء معين ممكن تشيله علامة صح هناك ميزة أحسن من هذا كله طبعا ننزل هذي شوية تحت بشكل فيه خط فاصل إنه ما ممكن أضيف حاجة زيادة ممكن نجيب حاجة من أدوات ثانية فلنفتر أظنك شخص تحط الأشكال الرسمية ممكن نسوي إضافة طبعا راحة بالشاشة الثانية و أقوم و أجيب اللي أبي حاب نجيب الرسم فأنا ممكن أجيب أداة الرسم أي واحدة من أدوات هذه الخاصة بالرسم مثلا علامة قطاع دائري الحذف طبعا الآن راح نلاحظ أنه تم إضافة القطاع الدائري هنا و ممكن أغيره و أضعه هنا بالشكل هذا يصبح عندي شريطي الخاص يعني ممكن أن أسوي شريط خاص كامل و ممكن أن أسوي شريط جديد بالمناسبة و أسمي شريط أدوات مثلا مخصص طبعا من طريق جديد بشريط هذا أقوم و أحط الأدوات أستخدمه بشكل مستمر أقوم و أحط القوس و أحط من علامة الشياء حق التنسيق مثلا أحرف صغيرة و أحرف كبيرة و أقوم مثلا أروح لما التحرير و أحط مثلا إعادة ممكن أقوم و أحط مسترجات ممكن إرسال فاكس يعني حاجاتي هذه فأنا بالشكل هذا صار عندي شريطه أيضا شريط مخصص طبعا فيه تحت المنطقة فيه زر هنا بس ما راح يضح لك في الشاشة الزر هذا فتح فايل فوكس بذلك تمام الزر هذا خاص بالحفظ اسمه حسنا أو أوكي بس ضغط عليه لاحظ أن شريطي هذا تم تعديله بحيث أنه صار عندي القطاع بالشكل هذا و أجب أدوات الخاصة به أيضا لاحظ شريطي بحيث أنه تخصيص أو مخصص قدرت أن أضعه هنا طبعا ممكن أن أغير شكله بحيث أنه يأخذ الشكل بذلك مثلا و أتركه في هذه المنطقة إلى هنا أنتهدرت اليوم أجبكم شارعا بالدرس الجاي على السلامة